نرجس نصار، امرأة عادية قبل أن تكون ناشطة وفي كلتا الحالتين شملها قرار جماعة طالبان بفرض غطاء كامل والذي لم يكن إلا بمثابة حجب لرؤيتها الكاملة وتطلعاتها نحو حقوق تم تأطيرها وفق رؤية الجماعة أمر أكد أسوأ مخاوف نشطي حقوق الإنسان وكان لابد أن يزيد من تعقيد تعامل طالبان مع المجتمع الدولي والذي لا يثق بها بالفعل وما يثير غضب العديد من الأفغان هو معرفة أن العديد من قيادات طالبان مثل عضو مجلس الشورى سراج الدين حقاني يرسلون بناتهم ليتعلموا في باكستان بينما لا يسير الأمر على حد سواء في أفغانستان وهو ما يظهر ازدواجية في المعايير لدى الجماعة وأعضائها بحسب نشطين المرسوم الذي يدعو النساء إلى إظهار أعينهن فقط ويوصيهن بارتداء البرقع من الرأس إلى القدمين أثار قيودا مماثلة على النساء خلال حكم طالبان السابق بين عامي 1996 و2001 وبينما واصلت قلة من المقاطعات توفير التعليم للجميع أغلقت معظم المقاطعات المؤسسات التعليمية للفتيات والنساء منعة إياهن من تعلم القراءة والكتابة اشتركوا في القناة